اهلا بكم واحنا ماشيين في رحلة سيارة في الحياة الدنيا اصلحنا عابيري سبيل بنمر بمجموعة من الطرق بنلاقي قدامنا طريق مستقيم بلغة اخواننا الهنود سيدة بيتفرق منه طرق جانبية عليها لوح جزابة منيرة وعليها ناس وششهم بتضحك بتنده علينا بتشاول لنا بتقول لنا تفضله ارتاحوا عندنا شوية استنى يا اخي انت نسيت الطريق اللي انت جاي علشانه للطريق المستقيم ايوة صح اسمه الطريق المستقيم بس يا ترى هو فين اي طريق يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ده الدعالي بنقوله في صورة الفتحة 17 مرة كل يوم على الاقل محتاجين لدليل يا رب انت خير دليل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولانه ارحم الراحمين بيرسل لنا احسن دليل هو ده الدليل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين من هم هؤلاء المتقون إنهم أناس أخيار أفاضل صاروا على الضرب على الصراط المستقيم ونحن على نفس الضرب إليهم سائرون منهم الأنبياء والرسل والشهداء والصحابة والصالحون من التابعين يا رب حشرنا معهم في زمرتهم زمرة المتقين وعلشان من توش عنهم ربنا ألنا على صفاتهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون وأضاف ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ست صفات للمتقين طيب أخرة الصراط المستقيم إيه؟ أخرته هدى وفلاح نعيم أبدي جنات وفردوس أعلى نعم لا تزول الحمد لله وصلنا للهدف اللي احنا عاوزينه أولئك اسم إشارة للبعيد يدل على عظيم منزلة المتقين وعلوب مكانتهم وتكرار كلمة أولئك مرتين تدل على التأكيد لعلوب المنزلة والشأن الرفيغ على هدى تفيد الاستعلاء على الهدى والتمكن من الهداية كمن يمطط الحصان فالرؤية تكون في غاية الوضوح وسبحان الله في القرآن الكريم نجد دايما أن المهتدون صفاتهم على هدى أما الضلون فصفاتهم في ضلال وشتان بين الاسنين فالمهتدون رؤيتهم واضحة في غاية الوضوح أما الضلون فكمن يكون في وسط موج البحر يتخبطهم كل جانب لا يعرف طريق للهداية وجاءت كلمة هدى نكرة للتعظيم وجملت على هدى من ربهم معناه أن الهدى الحقيقي والسعادة فقط من عند الله وحده قال الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فإياك واحذر أن تختر بأي هدى أو صلاح أو تقوى واسأل التثبيت من الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب الكلوب ثبت قلبي على دينك ولاحظ أخي الكريم أن الهدى يزيد وينقص بالطاعة فاللهم اجعلنا في أعلى مراتب الإيمان وثبتنا على ذلك ونلاحظ هنا أخي الكريم أنه قال وأولئك هم المفلحون ولم تكن وأولئك المفلحون هم ضمير منفصل تفيد التأكيد وكمان ما قالش وأولئك هم مفلحون ولكنه عرف مفلحون بأل فكانت وأولئك هم المفلحون فقال تفيد الحصر لصفة الفلاح لهؤلاء المهتدون كما نقول أحمد هو الشجاع فكأنه لا شجاع إلا أحمد ومعنى كلمة المفلحون الفائزون بكل مطلوب والناجون من كل مرهوب فما المطلوب وما المرهوب المطلوب هو رضى الله سبحانه وتعالى والفردوس الأعلى والجنة والمرهوب هو صخة الله عز وجل والنار أعاذنا الله منها جميعا اللهم آمين الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تأملاتي في هذه الأية الكريمة يقول لماذا قال الله عز وجل وأولئك هم المفلحون ولم تكن وأولئك هم الفائزون بيقول إن ده من باب تقريب الغيب بشيء من الواقع فكلمة المفلحون أصلها الفال أفلحة ونحن جميعا نعرف الفلاح ماذا يفعل يقوم بحرث الأرض وبذر البذور ورأي الأرض بالماء ولا يتدخل في نمو البذرة حتى تصبح شجرة ولله المثل الأعلى فالأصل هو حبة واحدة أو بذرة واحدة والنتيجة ملايين البذور والثمار ولله المثل الأعلى فإذا كان هذا العطاء عطاء مخلوق من مخلوقات الله فما بالنا بعطاء الله خالق السماوات والأرض والنتيجة التي نصل إليها بكل تأكيد أنه بمجرد اتباع المنهج الرباني فنحن نفوذ بجنات عرضها كعرض السماوات والأرض نفوذ بالفردوس الأعلى نفوذ برضى الله سبحانه وتعالى ويضيف فضيرة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أنه بعد الإسلام لا يوجد إيمانان بل إيمان واحد وجزاء واحد وسيلته الهدى وغايته كل الفلاح وأخيرا بيسألنا الشيخ الشعراوي كيف يكون المتقون مفلحين وقد قيد الله أفعالهم بالأوامر والنواهي في واقع الأمر بيقول الشيخ الشعراوي أن التكليف إذا أخذ منك شيئا واحدا فأنه يعطيك في المقابل أشياء كثيرة ودهنا على كده مثال لما حرم الله السرقة فقد حرم السرقة وفي نفس الوقت حماكة من سرقة ملايين من البشر فلا تقول أخذت الأرض مني حبة ولكن قل أخذت الأرض مني حبة الآن لتعطيني سبعمائة حبة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر